أحلو أمور ما تخافش على الأهل بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهل أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة بإذن الله من منصة الصعاب ينطلق الأهل إلى آفاق النجاح إبراهيم أهلا بك يا مهندس أهلا بك أعزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم في لقاء الأثنين من ملك وكتابة الحلقة التي تحمل الرقم 741 يستهلها المهندس عدلي بالحديث عن الصعاب وفي أصعب من اللي إحنا فيه ده إحنا عايشين حالة من الصعوبة منذ بداية الموسم المحلي والإقليمي والإفريقي والدولي صعابات لا يكترث بها أحد والكل حتى على مستوى المسئولية يشفق عليك ولكن لا يتقدم بالحلول إذن المشكلة فين والحلول إيه؟ ربما تجدونها في حلقة ثرية هذه أبرز عنوينه مقالي ومقاله وحيداً في مواجهة الصعاب الغربال دياب وكشف الكذاب بعض متلسانه البطل وتحطيم الأرقام القياسية الشموع الحمراء عن محمد طاهر باشا وفي أسرار الملك سلوك يعيش دائماً وأخيراً مجلتنا من أربعين سنة ده محتوى حلقة النهاردة لكن عايز أطممكم على الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي يمكن انبارحه النهاردة ناس كتيرة في المواقع اتكلمت على صحة الكابتن الخطيب على نصيحة الأطباء له بضرورة الراحة هو كان الكابتن بيعاني من بعض الارتفاع في الضغط فبالتالي الطبيب المعالج شاف أنه محتاج شوية تخلص من حالة الضغط العصب شوية ويحتاج إلى قسط من الراحة لكن الحمد لله يباشر العمل بشكل ده وانتوا عارفين أن المسائل فيها ضغط كتير من الشغلة بشمانس لا وهو يعني الحقيقة مواخد لأقصى الطاقة يعني هو يعني دائماً ما ينصح ولا يعمل بالنصيحة فربنا معاويش فيه يقدره بإذن الله كل الشفاء والعافية أنا بطممكم لأن المسائل فقط تلزم أو تحتاج للراحة علشان يتخلص من أسباب التوتر والضغط العصب وارتفاع الضغط فإن شاء الله كل الصحة والعافية بإذن الله مستر بيتسو موسماني بعد التمرينة الأخيرة النهاردة دخل الأهل معسكر واختار قايمة اللي هيواجه بها برامة زي بكرة المباراة المهمة في الدوري القايمة اللي اختارها بيتسو دخل بها المعسكر بتضم محمد الشناوي ورامي ربيع وياسر إبراهيم وحمد فاتحي وحسام حسن ومحمد شريف وآيمن أشرف وحسين الشحات وآليو ديانج وعلي لطفي وعمر السلية ومحمد مجد أفشا ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبرستاو ومحمد عبد منعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس مكسوني ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد عبد القادر يعني اللجوانة عندنا الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ده جانب من 80 النهاردة اللي رجع كمان من المباراة اللي فاتت الدكتور أحمد أبو عبلا كان رجع من النمسا أنتوا عارفين أنه بعد ما كان خضر مع عمار حمدي جراحة الرباط الصليبي كان أصيب بكورونا وتم عزله لعدة أيام شوفي أوعاد واستأنف نشاطه مع الفريق ربنا يشفي الجميع لكن هي القايمة يعني ربنا يشفي عمار طبعا ويشفي أكرم توفيق لكن عودة مهمة ليسر وأيمن أشرف في توقيت يحتاجوا الأهلي دائما لتدعيم خط الزهر وغير كده الفريق كله في جهزية كاملة والحمد لله كان فيه فحص طبي لطاهر محمد طاهر بعد مباراة المريخ الجهاز الطبي تطمن على حالته وسمح التوب المشاركة في مران الفريق النهاردة أنتوا عارفين الأهلي ما تمرنش إلا تمرينة النهاردة يعني أول مبارح المباراة مبارح راحة النهاردة تمرينة دخول المعسكر بكرة المباراة يطلع من الملعب مباشرة على بريتوريا إن شاء الله لمواجهة سانداونز يوم السابت اللي جاي إن شاء الله إن شاء الله بدر بنون موقفه يعني مش عند الدكتور أحمد أبو عبل ولا عند الجهاز الطبي بدر بنون وأحمد نبيل كوكا موقفهم عند أسدزة القلب ليه لأنه بعد الإصابة بكورونا كانت ثابت بعض الأسار في التهاب على عضلة القلب بينصح طبعا خدوا فترة طبية أو راحة كاملة سلبية تم عرضهم على استشارية أمراض القلب علشان يشوفوا الوضع الطبي في ضوء الأشاعات اللي أجريت ليهم كان فيه راحة شهر ونص لبدر بنون اللي بيخضع لفحص طبي جديد خلال أيام لتقييم الحالة من جديد وباستمرار حيكون الموقف من خلال استشارية أمراض القلب يا باشمانس أرجع أقولك تاني رب ناشي الجميع كل عنصر بيضاف إلى قائمة الأهل يحتاجه الأهل تماما في هذه المرحلة الصعبة فيه تفاصيل كتيرة في الاستعداد لمباراة بيرامتز أجواءها ظروفها تدعياتها لكن كمان بشأن عضوية النادي يمكن لجنة العضوية في النادي برئاسة الأساس تاريانديل عضو مجلس الإدارة ما زالت بتستقبل أعداد كبيرة من السادة راغب الانضمام لعضوية النادي والانضمام لعائلة الآلي والكل بيسعى إلى الحصول على هذه الميزة قبل سرايان الأسعار الجديدة للعضوية اللي هتكون اعتبارا من أول أبريل بحسب قرار مجلس الإدارة مقر النادي في الجزيرة شهد إقبالا كبيرا من جانب المتقدمين للحصول على عضوية النادي ونال فرع التجمع الفرع الجديد في التجمع النصيب الأكبر طبعا من الرغبين في الحصول على العضوية اللي بيعد صورة طبق الأصل من فرعي مدينة نصر والشيخ زايد بالإضافة إلى فرع الشيخ زايد اللي النادي بيواصل توسعاته الانشائية فيه هي يعني فرصة تنتهي بنهاية آخر الشهر في أنك تتقدم العضوية النادي بالأسعار قبل تغييرها احنا شفنا النهاردة أندية رفعت رقم العضوية بتاعها إلى 3 مليون جنيه نادي الجزيرة اه ليه هالمغلطانين لا الضغط على العضوية أصبح كبير كبير جدا والمساحة محدودة في الآخر فالنادي الآهلي بيحلا بأنه بيعمل فروع متعددة بياخد كل يعني الناس إلى عدة فروع فما فيش عضويات بالأرقام اللي يعتقد البعض أنها أهلاء مش كبيرة النادي الآلي يقدم أو الأندية تقدم خدمات للأسر والأعضاء بتتحول الخدمات مجانية لأولادهم لأنه بيبقى بمجرد ما تحول عضويته بتبقى عضوية مستمرة بقيت مكلفة جدا صحيح انت ما تشوف اللاعباء اللي على مية وكهرباء وغاز ومسحات خضراء وصيانة وكراسي وشماسي وتطوير للملاعب ملاعب الصلاة واوض لبس لا العملية مكلفة جدا 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 يعني الذي يبحث عن عضوية ويبحث عن استثمار في أصل البشر في أصل البشر ده كلام مهم جدا على فكرة لأنه مهما كانت الكلام على الرسوم العضوية الخاصة بالنادي الآلي فهي مقارنة مع كل الأندية وكل الأندية لها كل التأدير والاحترام فكرة تعدد المقرات للنادي الآلي خلت الأسرة احتياجاتها المستقبلية متغطية بمعنى أنه الأب اللي عنده ولاده المستقبلا هيعيش في التجمع الخامس عنده فرع النادي في التجمع الخامس هيعيش في الشيخ زايد أو في أكتوبر فيه فرع في وسط البلد فيه فرع في مدينة نصر فيه فرع فبالتالي تغطية احتياجات الأسرة المستقبلية دي مش متوفرة إلا في عضوية النادي الآلي نظرا لتعدد مقراته بهذا الشكل واللقابل دائما للتوسع فعشان كده يمكن كان مجلس الإدارة إدى فرصة للراغبين في الالتحاق بأضوية النادي إنه لغاية واحد إبريل يتم سريان العمل بالأرقام الجديدة فالفرصة متاحة والحياة الأستاذ طاري أنديل عضو مجلس إدارة ولجنة العضوية والإدارة التنفيذية في النادي بازلين مجهود كبير في استقبال الأعداد الكبيرة اللي بتفد على النادي يوميا للحصول على العضوية خصوصا المقر الجديدة أستاذ إبراهيم النهاردة التجمع على وشك الافتتاع ما يعني يشهده من إقبال أيضا مفهوم أنت بعد كده المقر ده حيبقى حاجة سبع نجوم زي ما بيقولوا وحيفي باحتياجات القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية جنبه فأنت يعني أعضاء كتير جدا من قاطين المجتمعات الجديدة حتى بيسألوني بيكلموني وفي إقبال هائل لأنه شكنا على الافتتاع إن شاء الله بمناسبة الإدارة التنفيذية خلينا نقوله الدكتور سعد شالب المدير التنفيذي للنادي حمدل على السلامة كان أصيب أيضا بكورونا وتم عزله في المنزل إلى أن شفاه الله وعفاه ورجع يستأنف عمله يوميا في النادي ربنا زي ما بيقولك يحمينا كلنا الكورونا يعني اللعينة دي عايزين نتعامل معها بعد فترة لأنها أنفلونزا يعني جابولنا العلاج بقى أنت تاخد قرص وتخلص منها يعني مش معقول العلم اللي تقدم ده شوية فيروسات عملت تبهدلنا كده عايز قرص وتخلص أنت خلصت من الحصن بتاع الإمارات ده إحنا كل شوية ده إحنا ثلاث جرعات وكم مسحة متين مسحة غلبت وعشي أنت في الله طيب ده كان يمكن الكلام المهم في البداية لكن زي ما تعودت دايما وآبدا في ملك وكتابة ضربة البداية مع مقالي ومقاله وحيدا في مواجهة الصعاب هكذا يترك الأهلي الناس تتكلم على الأهلي بيمد المنتخبات بأفضل العناصر وأكثرها الأهلي أكثر المشاركات الخارجية الأهلي اللي بيشارك في بطولة العالم بطولة العالم للأندية منقوصا من فريق وبالكامل اللي كان في مهام وطنية أخرى الأهلي اللي بيسافر من سفرية لسفرية أكثر الأندية على سطح القرى الأفريقية مشاركة في البطولات وإحرازا للكؤوس في كل هذه الظروف والصعاب يترك وحيدا في مواجهة هذا الإجهاد الشديد فكل يقول لك الأهلي في موقف صعب ما حد الشيء في حد مدد إيده يعني هو لازم الأهلي هو اللي يطلب حاجة غريبة جدا يعني هي دي محتاجة طلب هتقول لي أصل دي يعني حاجات متفقة عليها من بداية الموسم أيوة بس في ظروف يعني أنت والزمالك دلوقتي في ظروف صعبة محتاجين المساند ما فيش جدال في المشوار الأفريقي أي مكان يتطلب الأمر مش محتاجين نستنى نادي من ناديين يطلب إيه تسيل وإيه هتسنده زي ده ناديك الذي تفخر به وهيروح وإنت بتقدمه على طبق من فضة لغريبه منافسه الإفريقي ويرجع ويقابل بعد كام يوم يعني المريخ هذا كلام يا جماعة أنتم مش قادرين يعني إذا تجاوزه الأهلي بجد لا يبقى ظاهرة محتاجة الدراسة يعني طيب هي ده كلام الحقيقة أنا فأسمعه من بعض المدربين وإدارية الأندية التانية هو الأهلي عايزية هو الأهلي اللي أولا الأهلي ما طلبش التأجيل خالص وهتشوفه الكلام هتعرف ليه ما طلبش لأنه عارف أنه سيقابل بالتعنص لكنه هو أصلا مين بيلعب هذا العدد من المباريات قد الأهلي يقولك ما هو المطش ده متأجل ما هو متأجل عشان أنا كنت بلعب مطش السوبر الأفريقي هم تحطوا لي بين مطشين أفريقين آه يعني أنا ساعتها ما كنتش في فسحة ما كنتش في السحل الشمالي كنت بلعب السوبر أفريقي فبالتالي يريد كل السادة مدربة أنا بس عايزة أفريقين الأهلي التانية لما نتكلم على الظروف بتاعت الأهلي نبقى عارفين الأهلي ما تأجلوش هذه المباريات طرف علشان الرحل هلان جميل علشان ارتباطات أخرى أشده أهم طيب انت أجلتوا عشان فيه ارتباط أشده أهم أفريقي طيب لما تأجلوا انت رحلتوا على ظروف أصعب طيب تحطوا بين المريخ ساند داونز المريخ هم يعني ما عملناش حاجة احنا زقناها بالعصاية هم زقنا المشكلة ووضعنا الآلي في نفس الموقف تاني وتالت عشان يبانوا كأنه عايز استثناءات احنا ما حلناش الموضوع من جزوره احنا يا أستاذ إبراهيم وده نرجع تاني نتكلم وهو قال كده اللي أستاذ أحمد دياب رئيس الرابط قالك ما احنا كنا عارفين وعشان كده طلبنا تغيير شكل الدوري الأنديب وهي بتتمسك بحاجة مش عارفة أنها محتاجة هذا الموسم الاستثنائي محتاجها لو بنلعب النهاردة بشكل جديد من أشكال الدوري مجموعتين ولا خلافه وتعمل بحسي حقك برضو وكان هناك اقتراحات عادلة في هذا الشق كان وطئة المشكلة هتبقى خاف وكوننا هنلاقي حلوط أنت دلوقتي يا أستاذ إبراهيم المسألة مش مسألة إجهاد لعبة الآلي الإجهاد يعرضك للإصابات والإصابات يدفع تمانها المنتخب أيضا مش الأهل الوحده مش عارف لو تعرض عندها أخرى للمزنق ده حيبقى التصرف إزاي حتضطر بقى تتمسك بالجدول مش صح مش صح وانت في الأخير هتنتهيه في شهر تماني يعني ما انتش هتنتهيه في شهر ستة ولا سبعة ما حلناش حاجة المواسم سوف تتلحم أيضا ده الموقف الصعب للأسف لكن في النهاية كل الثقة في لعبة الأهل كل الثقة في الجهاز الفني هو ده الوضع اللي موجود وعلينا التعامل معاه باحترافية بمسئولية بتركيز وإن شاء الله كل التوفيق هنطلع الفاصل وبعد الفاصل نتواصل أهلا بحضراتكم من جديد الحقيقة انتم برح بعد تلي حاجة وتلي عايزين نطلعها وعلي عليها أحيانا نستوقفني بعض اللقطات بعض الومضات قد تكون في الرياضة قد تكون خارج الرياضة ولكن لها قيمة إنسانية لو توقفنا أمامها لأصبحت درسا في كل المجالات يعني احنا طيب أشوفها لا قبل ما تشوفها احنا كنا من أيام قليلة في مجمع اللغة العربية اي وكانوا ناس بيقولوا لي مش بنتمسك باللغة بتاعتنا فاللقطة دي استلهمت منها كيف أن من طين هذا البلد تنبط الثقاف من يتمسك بهويتها فشوفوا بعد أنه علق طيب نشوفوا بلادي جنة الدنيا أتيه بها وأفتخر ففيها الخصب منتشر وفيها الحسن مزدهر ومن سهل يموج على صراه الزرع والخضر وأشجار مورقة حنى أغصانها السمر رجل واقف بيزرع وبيروي في أرض مصر الطيبة التي أنبتت مثل هذه الثقافة الثقافة أستاذ إبراهيم ليست بشهادات ولكن الثقافة والله ما أنا عارف اسم الرجل ده إيه وأرجو أن الناس تعرف اسمه الشارع المصري يعجوا بهذه النمازج الطيبة أوي كل واحد فيهم يستطيع أن يعطيك درسا لما واحد زي ده متمسك بثقافة اللغة ويتعمد أنه يصور بفيديو وهو أقدامه تغوص في طين هذا البلد في طين العمل كمان في طين البلد وفي طين عمله وهو يبدو رث المظهر لكن غني النفس هذا نموذج نقول للأولادنا شايفين يا أولاد شايفين عظمة البسطاء هذا الرجل يفتخر بعمله وبيقول لهم وأنا لا أقل عنكم ثقافة دي رسالة في جملتين ده بيسترسل في أبيعة الشعر بشكل رائع شوف الإلقاء شوف الاحترامة الذي تكتسبه في هذا النموذج نرجو أن احنا كل اللي يلاقي لقطة من تعلمنا حاجة طيب حاجة بره صدوق كده نقدمها لمجتمعنا ولولادنا تعلموا من الشيء ده كان يعني إرهاصة مهمة جدا في تسليط دوء على مصري بسيط عظيم عظيم في لغته عظيم في انتماءه عظيم في إحساسه بالبلد عظيم في شعوره حتى بكمة هذا الوطن الغالي طيب شوفنا مقاله ومقاله لكن يبقى الكلام المهم في الغربال دياب وكشف الكذاب الحياة حاجة غريبة جدا مجرد ما أعلن أن الكابتن محمود الخطيب تواصل مع الأستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكورة والأستاذ أحمد دياب رئيس رابطة الاندية المحترفة عشان يقول لهم وضعية المسابقة والأمور وصلة فين ويكلمهم في شكوة عامة طلعت بعض المواقع وبعض الأشخاص يقول لك إلحق الأهل عايز يأجل مباراة بيرامنز اتحاد الكورة يرفض طلب الكابتن محمود الخطيب بتأجيل مباراة بيرامنز ويفضل الناس ثابت كل الموضوع وأصله وخدوه في سكة تانية خالص يمكن هو تأجيل مباراة بيرامنز بيتركز فيه الظروف اللي الاندية بتمر بيها وعدم مراعاة معيار تكافؤ الفرص في المسافات البينية بين المباريات بين الاندية ودي سهل جدا أهو الأهل لعب مع مباراة المريخ بيرامنز كان لعب قبلها بيوم فالأهل لما بيلعب مباراته مع بيرامنز بكرة بيرامنز واخد راحة أكتر بلاش جديد الأهل بيلعب سابت وتلاته سابت الزمالك الجولة اللي فاتت في بطولة أفريقيا لعب مع سجرادة في أنجولا يوم 19 فبراير وملعبش حاجة خالص لغاية لما سافر المغرب لعب يوم 26 فبراير مع الودات في المغرب هو ده تكافؤ الفور يعني من 19 ل 26 السبع ثمانتيام ملعبش فيهم حاجة الأهل بيلعب سابت ويلعب تلاته ويلعب سابت مع أنها نفس البطولة والله الفريتين في نفس البطولة سجان دور الأبطال أو بطولة الدوري أنت ما أعفدش الأهل من مباراة في النص بغض النظر هي مع مين لكن زي ما ده لعب سابت وسبت أنت لعب تلالي سابت ثلات سابت هو ده المعيار اللي ما رعاش تكافؤ الفرص في المسافات البينية بين المباريات بين كل الأندية ده كان الكلام المنطقي والعادل اللي كابت الخطيب لما كلم الأستاذ جمال علام وكلم الأستاذ أحمد دياب كلمهم في الظروف التحكمية اللي المسابة بتمروا بيها وقال لهم دي شكوى لتمن أندية مش للناد الأهلي بس غياب العدالة في بعض المباريات بيأثر بشكل مباشر على النتائج كانت الأستاذ سيف زاهر تحدث عن كواليس اتصال الكابتن الخطيب مع أحمد دياب وجمال علام نشوفه كابتن محمود الخطيب النهاردة عمل اتصال مع النائب أحمد دياب رئيس ربط الأندية المحترفة هو الأستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكورة المكالمة اللي معلوه أستاذ جمال علام كالآتي قال له أستاذ جمال علام أنا في أندية كتيرة جدا بتشتكي من التحكيم فأرجو تحيي العدالة وبالتحديد سبع أندية وقالهم الكابتن محمود الخطيب اسماعيلي محلة امبي فيوتشر فاركو سيراميكا والأهلي وقال له ان احنا الفار حقق نسبة كبيرة جدا من عدالة ولكن نريد مزيد من الهدوء ومزيد من العدالة وده اللي وعد به الأستاذ جمال علام بتطوير منظومة التحكيم الفترة اللي جاي بعد تعيين الكابتن يا صمع الفتاح للاجنة ما درم بين كابتن محمود الخطيب والنائب أحمد دياب كابتن محمود الخطيب قال النائب أحمد دياب إن تعديل جدول الدوري الممتاز ظلم بعض الأندية منها النادي الأهلي وإن يجب أن يكون هناك مراعاة للأندية اللي بتشارك في البطولة الأفريقية وبطولة الكومفيدرالية وده اللي وعد به أن أحمد دياب في القادم ولكن أحمد دياب أكد مع الكابتن محمود الخطيب إن الربطة ملتزمة بالدوري للكل وقال له إن إحنا على مسافة واحدة من الجميع وحنراعي الفترة القادمة هذه الأمور وانتهت المكالمة على كده وإن يكون فيه مساحة للفرق اللي بتشارك في أفريقيا وهو كومفيدرالية في القادم لأن ضغط المباريات للنادي الأهلي ضغط كبير يعني نادي الأهلي لعب لعب النهاردة هيلعب يوم الثلاث مباراة في فيراميدز هيلعب السابت سانداونز يعني أسبوع ثلاث ماتشات في أسبوع ومش أي ثلاث ماتشات يعني شوف إحنا حنستعرض اللي قاله الأستاذ أحمد دياب هنعلق عليه بس أني نفسي بلاش كلمة مسافة واحدة دي لإنه خلاص بقى فقدت ما هي الطبيعي إنك تحتكون على مسافة واحدة ما حدش تهم إن فيه تحير ضد أو معه إحنا بنقول ما فيش يعني ما خدناش بالنا وإحنا بنحط الجدول إن إحنا محلناش حاجة إحنا رحلنا المشكلة لكن هي قائمة يعني أرجو إن إحنا بنتعامل مع مشكلة إن إحنا نوجد لها الحل مش إن إحنا نرحلها في صوروف أصعب وإنت قلت المثل إذا ما لخد أسبوع بين الماتشين ولكن الأهلي ده إنت إيه مريخ بيراميد سانداونز مريخ مش كده وده فيه أصعب من كده إيه في النص فيه سفارية الجنوب أفريقيا بين بيراميد والمريخ أو بتصندقه يعني سانداونز هتسافروا هتسافر ترجع يعني دي ما عرفش ما عرفش بأي معيار إنساني بلاش كروي نعمل في اللعيبة كده يعني طيب اللجنة الحكام يمكن عينة الكابتن محمود البنة حكم لمباراة الأهلي وبراميدز بكرة وهيساعده أحمد حسام وأحمد توفيق طلب والحكم الرابع عبد العزيز السيد في الفيديو هيكون أحمد الغندور حكم فيديو والمساعد بتاعه يوسف البساطي ده طاقم التحكيم لمباراة الأهلي وبراميدز الثامنة مساء الغد إن شاء الله الكلام اللي قاله الكابتن سيف زاهر برغم وضوحه إلا أنه بعض المواقع والأراء الأخرى راحت أنه حتى موقع كورة بصوا على سبيل المثال رابطة الأندية تلمح إلى رفض الطلب الأهلي وقال لك مصدر مسؤول داخل رابطة الأندية كشف عن صعوب التأجيل لقاء الأهلي ضد براميدز المقرر خوضه وتقدم الأهلي بطلب شافه إلى رابطة الأندية بتأجيل مباراة كذا براميدز بسبب ارتباطه والمصدر قال له كورة من الصعب تلبية طلب الأهلي ده بقى طلب وترفض وقال إن الحالة الوحيدة هي أن تكون مباراة الأهلي مع سانداونز في جنوب أفريقيا يوم الجمعة بدلا من السابق فلو تلعبت 11 ممكن نأجل ونوه إلى أنه لا يوجد سبب يضطر رابطة الأندية للتأجيل والقبول بطلب الأهلي بالتأجيل كلام كله إن الأهلي طلب التأجيل والربطة رفضت طب الربطة دي رئيسها الأستاذ أحمد دياب اتكلم بنفسه قبل ما نروح عن اتصال نبي إبراهيم فيه حاجات لو عدت حيفوت معدها هو بيقول لك بيقول لك لو كان يعني كلامه إن المصدر قال له لو كان الماتش الجمعة مش السابق كنا أجلنا على أساس إنه هيكسر حتة التلات أيام أيوة بس أنت ما حطيت الماتش أصلا ما كنتش عارف إنه هتأجل يوم السابق ده دليل إنه ما فيش حاجة من دي يعني لا فيه مصدر ولا فيه طيب كل الكلام ده والتأكيد على إن الأهلي قدم طلب والربطة رفضت الرابطة بيرأسها الأستاذ أحمد دياب هو بنفس الرجل يتكلم بعضمة لسانه عن اتصال الكابتن الخطيب بيه نسمعه يعني الشكل والتحكيم تم تسع عندية نص قدية الدور يعني الأهلي ما تكلمش في حاجة محددة تخصه لكن تكلم فيه الوضع العام هذا ما فيش نقلا عنه ده رئيس الرابطة بيقول بصراحة هذا الأمر وأيضا يقدر ويعترف ويقر الأهلي وأكثر عندية تعرضا لصعوبة ضغط المبريات أنا بس يعني كنت أتمنى أن المبرأة وإحنا بنأجلها قبل ماتش الرجاء كان يقرع أن برضو مهدي ماتشات حساسة جدا وترتيبها مهمة جدا ويجب زي ما الزمالك خد سبعة أيام وهذا حق وكان يعني من الضروري أن يحصل على سبعة أيام بين سجرادة والوداد لأن يتخلى لهم كان أيضا لعب خارج البلاد أن يرعى نفس الأمر مع الأهلي وإحنا هتقولي المؤجلة سنلاقلها مكان هو الأهلي يعني اللي بيقولك الأهلي بيهرب من ماتش يعني مش هلعبه ما هلعبه لكن ما تلعبنيش في ظروف غريبة جدا وأشد صعوبة من اللي فاتت كمان يعني ظروف أصعب لأنك أنت زي ما احنا قلنا أربع ماتشات فيه منتهى الصعوبة في حوالي التسع أيام والعشر أيام والحقيقة برضو الجزئية اللي قالها الأستاذ أحمد دياب أن الأهلي أكثر الأنديال أربعة تضرورا ده يخلينا نفتكر اللي حصل السنة اللي فاتت لأنه فكرة معاقبة الأهلي على نجاحه دي لازم أن الناس توقف عندها شوية لما بتيجي تأجلي مباريات عشان أنا مكمل في البطولة الأفريقية أو مشارك في بطولة العالم أنت بتأجلي علشان فيه تعارض في الارتباطات مش ملحة ولا كدو منك فيه تعارض في الارتباطات فالأهلي مكمل في دورة أبطالة الأفريقية كانت النتيجة إيه السنة اللي فاتت لو تفتكروا رح جايب لك المؤجلات كل يومين مباراة كل يومين مباراة يقضي عليك في الإنهاك تباما يخسر الأهل نقاط ويتالت طب هعمل لك إيه ما أنا أجلتلك أنت أجلتلي مش تكرما ولا تعطفا منك والله أنت أجلت للفريق اللي مكمل في البطولة عشان فيه تعارض في المباريات فلما ترجع تلعبني لعبني في الظروف الطبيعية وبالمسافات البينية الإنسانية شوية بلاش فكرة ما أنا أجلتلك لأن الكلمة دي تقالت السنة اللي فاتت كتير لما كابتن سادعب حبيث طلعي اشتاكا من الإجهاد قالك ما إحنا أجلنا لكم هو أنت كنت تقدر تخليني ألعب مع الرجاء في السوبر والعب في نفس اليوم مع بيرامة زهنة فيه تعارض في المباريات لما ترحل لي المباريات المتعارضة رحلها لي وحطها لي في مدد أو في فترات زمنية طبيعية مش استثنائية عشان تروح في أسبوع واحد ملعبني ثلاث مباريات يخسر الأهل النقاط فيتألك ما أنا متأجل لك ما هدي مؤجلاتك فأتمنى أنه مدام الأستاذ أحمد دياب وهو رئيس الرابط بيقر أنه الأهل أكسر الأندية الأربعة تضررا أنه يبقى فيه اتفاقة باشواندس أنه الفريق اللي بيكمل في البطولات الأفريقية أو في مشاركات خارجية أخرى زي بطولة العالم للأندية لما ترجع تلعبه لعبه في حدود طبيعية مش بحشر المباريات بين الأسبوع شوف أستاذ إبراهيم أنا الثاني أو ثلاث مرة أسمع الأستاذ أحمد دياب طبعا كان بالنسبة لي والشخص أنا معرفوش لكن في كل مرة أسمعه منطقي جدا منطقي وأستشعر منه الحرص على إنه غير واقع فيه نوع من الخلط الشديد جدا للأمور بس هو في الحوار ده أو في اللقاء ده أشار إلى نقطة وإحنا لمسناها كده ما أنا قلت للأندية يخليكوا في هذا الموسم ناخدوا موسم استثنائي لإصلاح التراكمات الصعبة الماضية برضو الأندية غريبة جدا عندما تناقش الأمور تناقشها من مصالح ديئة عمرنا ما بناخد وضع عام عارف ساعتها كان الغلط هو أنت دلوقتي عندك مكتب تنفيذ للربطة منتخب وبيسير المسابقة المفروض لو عايز تقر النظام الأندية خلاص ممثلة لكن هترجع تجيب جمعية عمومية بقيت ضغط يا أستاذ أبريد كتت لسه خلي بالك الربطة كتت لسه بتبدأ وعندها تحديات اللي ديوم في المية قوي اسمع بس ما كانش لسه إيدهم في حاجة خالص ده كان لسه حيبتدوا حطوا إيدهم لكن إحنا الأندية صاحبة الحق إنما هما بصوا على إن الأهلي خلينا يا أخي أدي إحنا كلنا بنشتك ما ينفعش الكلام ده حتى لو الأهلي حتى لو لو أي هو مش فيه أربع عندية ما إحناش عارفين هما مين كل سنة ما إحناش عارفين توزيع البتاع إلا في النهاية الأربع عندية دي بيتعرضوا لهذا الموقف والطبيعي إن الأهلي والزمالك وفيرامد والمصري المشاركين السنة دي إن كانوا هيتعرضوا لهذا الضغط طالما إن مشهورهم الناجح مستمر فكان لديم يراعى هذا الأمر مش مسألة إن دي مصلحة مين ما فيش مصلحة عد دي مسألة إنسانية النهار دا المنتخب يا رب ما يحصل إصابات في الأندية الأهلي وفيرامد بيشتركوا في أفريقيا ما تشون دا يا رب ينتهي بدون إصابات مشوارهم الإفريقي يكملوا يا رب ينتهي من غير إصابات المسألة صعبة لأن في الآخر الكورة مصرية بتدفع التمن وهو كان عايز يعني أحد الطموحات إن الكواليتي أو القيمة أو المكانة بتاع الدور المصري تبقى هو الأميز في المنطقة ويختارب من العالمية مش مش ممكن وإحنا دي الزهنية اللي بنفكر فيها دي مصلحة مين على مصلحة مين لمصلحة مين والشكل اللي في كل قرار فيه صح يتعمل وفيه موسم حنتحملوا حنتحملوا وبعد كده نشوف الأمور لما تتعدل نبتدي بقى نقول إيه سبت وعمل لكن طول ما احنا 18 نادي ومشاركات وبعدين السنة الجاية هو قال هيبقى بيه بطولة ربطة الأندية دي هتبقى بطولة رسمية كسر ربطة كسر ربطة مش هتتعمل وكانها بطولة بديلة ودية هنجيب لها وقت من الرخرة الأمور صعبة عشان كده كل اللي نتمنى من الأزمة دي حاجة واحدة انت كربطة حط معيار الأندية اللي بتشارك وبتكمل في دور المجموعات وما بعدها يبقى لها تعامل ومش الأهلي بس كل الأندية اللي بتشارك وده الكلام الكابتن الخطيب قالهولو الأربع أندية اللي بتشارك فيه أفريقيا يبقى لها تعامل رحيم شوية بالموعيد بتاعك ويراعى مبدأ تكافر الفرص في المدد البينية أعتقد ده مطلب فير وعادل جدا الجمهورية تحدثت أهو قبل مباراته أمام بيرامنز الهدف 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 ال الوطن كمان قالت اتجاه لراحة الاساسيين امام بيرامدز وده طبعا كلام الاهلي بيتعامل مع كل المباريات معاملة واحدة طبعا بالصدفة انه التلات مباريات مفصليين شوية مباريات بيرامدز مؤثرة في صراع الصدارة لان احنا بنتكلم اهلي بيرامدز بيرامدز بيتفوق على الاهلي بفرق نقطة وعنده 26 نقطة لعب 8 مباريات تعادل مطشين الاهلي لعب او لعب 9 مباريات تعادل مطشين الاهلي لعب عدد مباريات اقل مباراة اتعادل مرة واحدة لكنه له مباراة مؤجلة اذا المباريات بيرامدز مهمة زي ما مباريات المريخ كانت مهمة جدا ان الاهلي يرجع يدخل صراع المجموعة الافريقية التانية ومباريات ساندونز ايضا مؤثرة فللأسف جمت ثلاث مباريات المؤثرين جدا في مسيرة الفريق السنادي في اسبوع واحد او في 8 ايام من هنا كانت المشكلة نطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل اهلا بحضرتكم من جديد وما تخافش على الاهلي لانه الاهلي مع كل هذه الصعاب وكل هذه الظروف في ظهر جمهور وفي ايده دايما وابدا سلاح السقة والاصرار والرغبة في انه يمثل نديه في افضل تمثيل ويمثل الوطن وبإذن الله في كل المشركات الخارجية بأعلى درجة من الكفاءة والنجاح باستمرار بطولة الدوري يمكن النهاردة البنك الاهلي بفاز على مصر للمقصة واحد صفر الاسماعيلي بيواصل نزيف النقاط وبيتعادل في ملعبه مع فارقه صفر صفر والزمالك في الديالة اخيرة حاليا متقدمة على الجونة اتنين واحد بكرة الثلاث امبيو واسترن كامباني وسيراميكا كيلوباترا مع اسموحة والاهلي مع بيراميد يوم الاربع غزل المحلة وفيوتشر وطلاع الجيش مع المصري دي مباريات الاثنين والثلاث والاربع لكن زي ما تعودته دايما وابدا يبقى هناك الكلام المهم ب بعضمة لسانه البطل يواصل تحطيم الارقام القياسية الحياة بفوز الاهلي على المريخة باشواندس زي ما موقع يلا كورا عمل احصائية شاملة ان الاهلي سجل رقم قياسي تاريخي كاول نادي في تاريخ افريقيا يصل للمباراة 200 في القارة الافريقية 200 فوز للاهلي في بطولات افريقيا كلها ده رقم ما وصلوش الا الاهلي وقال الموقع موقع يلا كورا ان الاهلي زي ان تاريخه الافريقي برقم قياسي جديد اصبح اول نادي في القارة يصل الى حاجز 200 انتصار في جميع بطولات القارة بالفوز على المريخ الاهلي خاض 387 مباراة في جميع المسابقات الافريقية 387 فاس في 200 اتعادل في 102 وخسر 85 مباراة الاهلي سجل في كل هذه المباراة الافريقية 598 هدف ان شاء الله يحتفل عامة قريب جدا بالهدف ال600 يفصلوا هدفين فقط عن ال600 هدف اهتزت شباك الاهلي 292 هدف كل ده على فكرة ال600 هدف وال200 فوس دي ارقام قياسية الاهلي يعد الفريق الاكسر تتويجا طبعا بلقب دور الابطال بعشر القاب الاكسر مشاركة في البطولة وده رقم قياسي الواحده 33 مشاركة هو الفريق كمان كرقم قياسي تالت الاكسر تسجيلا للاهدف في نسخة واحدة سجل 36 هدف لا يزال الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الحالي يتربى على قائمة هداف الاهلي في البطولات الافريقية للاندية برصيد 37 هدف ويتصدر القائمة لأكثر من ربع قرن منذ اعتزاله الكرة في عام 88 على صعيد دور الابطال البطولة بمسمها ونظامها الجديد يتصدر محمد ابو تريكا ترتيب الهدفين ب31 هدف في بطولة افريقيا ابطال الدوري يليه كابتن محمود الخطيب برصيد 28 هدف ارقام الاهلي في البطولات الافريقية زي ما اشارنا ارقام قياسية كبيرة باش مانتس الاهلي ينافس في الارقام القياسية الاهلي احنا الكلام ده بقاله مدة والاهلي هو المرشح لتحطيم ارقام الاهلي ايه ولذلك انا باستغرب جدا مع الناس التي او الذين يعني تركيزهم في السلبيات لاحظ الاصدقاء كلمني وقال لي تعرف كم ميس باس وكام قدت له اي سيدي انت بيقابلك الميس باس قدامه كام باس سليم ايه وكم مرات الوصول وكم دقائق الاستحواز وكم عدد الفرص وكم يعني الاهلي يعمل بمعيار شديد الصرامة من جزء كبير من جماهيره وده وضع مش منصف الحقيقة لان هو مفيش مفيش معيار في درجة عشرة من عشرة في اي حاجة اي في اي حاجة اي فانت بتقولي انت انا تسعى ليه الواحد ده نتمنى سلبيات عايزين نتفاداها لكن ما نعتبرهاش قصور ما نعتبرهاش ان ديني بسكها عشان نتكي بيها ونضغط بيها على لعيبة بتحقق وبتكسب وإحنا عملين نقول الارهاق والجهد والانتقال من هدف الى هدف وكلها هدف قمية احنا بنتعامل مع اهدف كلها قمية مش مجرد دور المجموعات وسيلة لهدف قمية فعايزين ربنا وفقنا فيه في اللي جاي كل الناس عايزة مساندة وسيبوا الحساب وصرامة الحساب للإدارة اللي مش متوانية ما هي عاملة دورها وفيش حاجة بتعدي لكن عايزين من جمهورنا يكون أكثر يعني إدراكا بأنه فريقهم دلعوا فريقهم كسبوا فريقهم هنيوا فريقهم يسعدوا والحقيقة المعنى ده بتلمسه في حيان كتيرة جد لكن مع كل هذا فيخش فيك أو كل فرصة بتضيع بنجد نرجع نسترد ممكن واحد يقولك ما المعيار الصرم ده هو اللي مخليك مصح صح خلي المعيار الصرم للأجهزة لكن خليني احنا نتعامل وإحنا مدركين احنا بنتعامل في الآخر مع بشر بيحاولوا يسعدونا بيحاولوا يسعدونا ومظنش فيه فريق في الدنيا كلها دلع جمهوره قد الأهلي عارفين في دور الأبطال البطولة الأميرة الأهلي عدوا خمس أرقاب قياسية أو أرقام قياسية بتوعه هو الأهلي الأكثر مشاركة في البطولة بـ 33 مشاركة أكتر فريق سجل أهداف في نسخة واحدة الأهلي بـ 36 هدف أكتر فريق تأهل وشارك في دور المجموعات 19 مرة أكتر فريق خوضا للمباريات في دور المجموعات لعب 111 مباراة أكتر فريق سجل أهداف في دور المجموعات هو الأهلي 158 هدف أظن مفيش أرقام تؤكد هذه الجدارة وهذا التفوق أفضل من أرقام الأهلي في البطولة لدرجة أنه في كل رقم من دول ييجي بعد منه الأهلي يعني الأهلي ياخد عشر ألقاب ضعف أقرب منافسية وهكذا أنت هتلاقي باستمرار كل ما الأهلي بياخد لقم أو رقم بيبعد به كتير جدا عن أقرب ملاحقين هو الأهلي ويحط مرقام هو أه يعني الأهلي بينافس الأهلي جريدة الشروب بعد فوز الأهلي على المريخ قالت هدف السلية وأداء المريخ وحالة حسام حسن دي ما قالت الأستاذ حسن المستكاوي وقال كان وجه عمر سلية ينطق بكل ما في قلب وعقله كل لاعب في الآلي ومشجع للأهلي لما سجل هدف الفوز وقال الهدف عندي للسلية وليس لللاعب مصطفى كرشوم لعب المريخ كما تم تسجيله وباعتباره هدفا بالخطأ في مرمى أيضا بيقول الأستاذ حسن المستكاوي من سنة تلاتة وستين حين صدر قانون كرة القدم من عشر مواد يشهد تعديلات وتطوير يتناسب مع تطوير اللعبة وصاحب اختراع احتساب هدف السلية لكرشوم بنفس خط السر والهدف عليه أن يراجع نفسه فالأهداف التي تأتي بالخطأ لها طريق آخر مختلف يجب أن يكون جهد اللاعب المنافس فيه شبه معدوم وتحتسب له لو كان شريكا بنسبة تلاتين أو أربعين في المية يعني عايزي أقول للأستاذ حسن المستكاوي أنه تعديل القانون اللي اتعمل وخلى الهدف العكسي يتسجل عكسيا باسم اللاعب المدافع اللي سجل الهدف في مرمى وليس اللاعب المهاجم صاحب الهدف اللي قطع شوط وبازل مجهود ولو دور كبير لا يعني هي هو اللاعب الكرة في مرمى بالخطأ ولا الكرة تطمت بنتيجة تسديدة من اللاعب من اللاعب من السلعب ده كان كلام الأستاذ حسن المستكاوي على هذا الهدف وهذه المباراة في الجمهورية كمان يمكن الأداء زعل صديقنا ماجد نوار فقال وبعدين معاك يا أهلي وقال أتحدى طبقا لأحداث أول ربع ساعة من بداية المباراة وتقدم الأهلي بهدف مبكر في أول خمس دقائق أن يتوقع أي محلل في الفضائيات أن تنقلب أحداث المباراة هو يستطيع المريخ العودة ودي جملة مهمة للعيبة يعني اللقطة أو اللحظة اللي تقدر تتفوق بشكل كامل وتسجل أكتر لازم أن تستغلها لأنه فعلا لما الأهلي بيتقدم 2-0 أي حد شاف أن المباراة سهلة والأهلي يقدر يسجل مش وقت بقاله أنه المريخ زي ما بيتسو مسماني قال فريق محترم جدا فريق له قيمته عنده لعبته عنده دوافعه يقدر يرجع في أي وقت وفعلا رجع وشكل خطورة على الآلي حتى النفس الأخير في الجمهورية أيضا الأستاذ محمود معروف بنظرة أخرى قال لك لا يهم الأداء ولا المستوى السيء المهم الفوز والثلاث نقاط ده حق شوف أنا أقول لك حاجة ها ما هو كمان تكرار كلمة المستوى السيء ها لا هو تقدر تقول ممكن يجي لك لحظة صراحات ممكن يجي لك خطأ في المباراة مش نتيجة مستوى سيء المستوى السيء بيبقى في مباراة سيئة ولو كان الأهل سيئا ما استطاع أن يتدارك الأمر ويفوز وما كان صاحب الفرص الأكتر والأخطر في المباراة وما كان له ضربات جزاء لم تحتسب يعني إنما نقول إن إحنا مش مبسوطين أن يحصل استلخاء وده نتيجة بقى لازم نقول لعبتنا هذا الكلام اوعى تستهين بلاعب غير مراقب قريب من منطقة جزائك اعتمادا عنه كرة مش هتجيله الكرة بتجيله يا نتيجة تشتيتة زي ما شفنا في سانداونز يا نتيجة لاعب عمل كرة غير مألوفة زي ما شفنا مرتين في المريخ ما يبقاش من كل هجمة أو هجمتين فيه خطور عليك نتيجة إنك أنت سايب لاعب غير مراقب وأنا بقول ما يجبش نسرح ثانية في الارتداد الدفاعي ورقابة اللعبة لازم الالتزام وده اللي كانت دول عمره بيميز صلابة الدفاع الآلي إنه ما كانش حد يبصل لهم مرتاح صعب كان الوصول إلى المناطق دي مهما استحوزت ومهما تقدمت ودي موجودة مستنى اللي فاتت فيه نوع من أنا اللي مستنى جيبي أنا على فكرة الكورتين كانوا هجمتين ممكن ينتهوا بهدف إلي إنه دي الآلي بالإشارة لحقوق الآلي في المبرأة يمكن الأستاذ محمود معروف قال إن الحكم لم يحتسب ضربة جزاء صحيحة للآله هنيجي لها طبعا لكن الأستاذ سيف زاهر يتحدث عن شخصية البطل نشوف الآلي النهاردة الحقيقة خد لقاء في الشوت الأول لقاء جيد ثم يعني في الشوت الثاني لا الندي الأهلي ما كانش الأفضل فنان وما كانش في حالته تماما ولكن دايما شخصيات الفرق الكبيرة أو شخصية البطل دايما زي ما بنقول بتبقى إن انت لو مش في أفضل حالتك المهم إن انت تكسب والمكسب النهاردة مهم جدا للنادي الأهلي أرجو إن الناس برضو أو الجمهور يبقى مقدر لأننا دايما بربط الأحداث ببعض إن الفرقة واضح إن فيها حالة إجهاد شديدة وممكن يكون الأهلي يمتلك ورق كتير جدا جيد ولكن مهما كان عملية الروتيشن مهما كنا بنقول إن حط أي 11 ولكن دايما العناصة الأسية بتتأثر الأهلي عنده مشكلة ضغط مباريات واضحة يعني مش محتاجة كلام النهاردة زي ما قلتلكم هي مباراة اقفل الصفحة زي ما دايما متعودين وافتح صفحة جديدة وفي الآخر الحساب في الآخر في التصفيات أو في المجموعات الحزبة في الآخر وأهم حاجة هي التأهل ولكن شخصية البطل دايما أكسب وأنا مش كويس وده اللي عمله النادي الأهلي النهاردة وده اللي لعبته الحقيقة تستهل عليه التحية بغض النظر عن الأداء ولكن ثلاث نقاط مهمين جدا طيب يعني الأستاذ سيف شاف الإجابيات وشاف الأهلي وجدارة الفوز وشاف أن من ضمن أسباب التراجع الإجهاد الذي يتعرض له النادي الأهلي وكل استوديوات التحليل شايف هذا الأمر على فكرة أستاذ أبراهيم مش حجة ما تفهم نش أن العبت الأهلي قادرة ترجع ما بتجريش فأنت هما بيدغطوا هما لسه فريش وبيقدروا ربنا وفاهم لكن حتى إخدار الفرص ده عدم لما نقول عدم تركيز ده إجهاد أنت مش دينك مش صفي إلى الدرجة تخليك تلعب الصح لأن أنت لو لعبت الصح في كل مات هتجيب رخم قياسي من الأهداف وأنا عايز أقول لعبتنا كده اعملوا الصح وبعد كده يبقى بنتكلم على التوفيق وعدم التوفيق لكن لما تعمل حاجة يعني لو شدت من زاوية دقيقة وانت كنت تقدر تمر للواحد أفضل ده مش عدم توفيق ده قرار خاطئ التوفيق بانك تجيب أجوه لكن إلعب الصح علشان الدنيا تبقى سهلة خصوصا في إطار الإجهاد الذي يتعرض له الأهلي كلما بسطنا الكرة ولعبنا الصح هنوفر المجهود ولما نوفر المجهود هيكون دفع اللي جاي إبراهيم في في شوية معطيات شوية نقاط لازم نتكلم فيها هل المكسب ده مهم ولا مش مكسب مهم أكيد مكسب مهم تنظر إليه على أنه في هذا التوقيت بالنسبة للنادي الأهلي يمثل دفعة معنوية مهمة ومش بس دفعة معنوية وهي دفعة في الأرقام والنتائج والنقاط لقى العصاب وكمان حيفرق على صعيد الأداء فخليك تأدي أداء أحلى طيب هل ده بس لا الأهلي برضو محتاج يبتدي يركز أكتر في الأخطاء الدفاعية اللي بتحصل وبالمناسبة لما تشوف تحليل فني يخليك رجل دقيق الجون الأولاني لا يتحمله محمد الشناوي واحد ولا غير يعني الناس بتقولك محمد الشناوي يشيله لا ركز بس في الكرة كده هتلاقي الغلط جاي من أول نص الملحظة طيب يبقى المطلوب مطلوب مزيد من التركيز المطلوب دايما في دور المجموعات أن أنت تتعلم من الأخطاء مش تكسير العظام يعني فكرة أن أنت تهدم والبتاع والكلام ده كله مش هو ده الواقعي الواقعي أنك عندك هدف أكيد أكيد بتسعاله وإيه هو المكسب حققته على كل نتيجة مميزة بس النادي اللي محتاج يشتغل على شوية نقاط لأن أنت بتتكلم على حامل لقب بطولة إفريقيا حامل لقب بطولة إفريقيا الجملة اللي عايز أتوقف قدامها لأن الكلام اللي تقال ده إحنا رددنا قبل كده وشمعنا قبل كده لكن إيه الجملة أنك لازم الدروس نخرج بها الاستفادة من الإخطاء وليس تكسير العظام ودي مهمة جدا 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 نحاول نستفيد و خلاص خلينا أمام أمر واقع في إرهاق في إجهاد بيحاول يحلال مستر موسيماني أنه يعمل روتيشن وأول ما يجي يعمل روتيشن أو يغير أو الإحلال والتوزيع المجهود على اللعبة يقوله غلط أنك خرجت فلان ما هو عينه على المشوار اللي جاء أستاذ إبراهيم هو ما خرج فلان لأنه مش موفق هو خرج لأنه محتاج في المباراة اللي جاية فبيضطر يريع ويحاول يكسب حد تاني حساسية أنه يعتمد عليه فمش تملي معيار النقط في الصح والغلط لأن أنت مش واخد المشهد بالصورة الكاملة زي المسؤول صورة الكاملة أنه عارف هيلعب بعد كم يوم مع بيراميد وبعد كم يوم حيساف يلعب مع ساند وحيرجع يلعب مع المريخ كل دي حاجات أهداف أبعد من المباراة اللي بيلعبها فلما يطمئن بعض الشيء بيحاول يعمل تغييرات توصلوا للأهداف القادمة لن نبقى حاطين نفسينا في مكان الآخرين سهل جدا تقول إن فيه غلط وسهل جدا تقول محتاجة تركيز إيه التركيز محتاج لياقة محتاج رأة محتاج هدوء لكن اللي في وص الصراخ والزعيق والدوشة والصراع صعب إنه يبقى مركز بالشكل اللي إحنا بنطلبه طيب كابتن سيدعب حفيز رجع في هذه المباراة بعد ما ربنا شفاها الحمد لله من كورونا وكان موجود مع الفرقة في المعسكر ليلة المباراة بعد المباراة تحدث مدير الكورو عن هذا الفوز نسمعه حسابات المجموعات في أفريقيا بتبقى زي الدوري كده مهم إن انت تاخد الثلاث نقاط يعني ترتمنا في الجدول ما كانش مظبوط شوية ترتمنا في جدول المجموع ما كانش هو اللي انت منتظره يعني فكان مهم إن احنا ده ناخد الثلاث نقاط مباراة راحت وجد وده حل أفريقيا السنادي مستوى فرق يعني بيتفاجأك يعني المريخ السوداني يحسب للجهاز الفني بتاعهم يحصل لو عيتهم على الصراحة مقدمين مش النهاردة بس حتى قدام سانداونز كانوا أقدموا لقاء هائل جدا قدام الهلال أقدموا لقاء هائل جدا الحمد لله قدرنا إن احنا ناخد الثلاث نقاط لكن الفترة اللي جاية سواء كان على المستوى المحلي أو المستوى الإفريقي عايزة دماغ ما فيهاش غير كرة القدم بس سواء كانت محليين أو أفريقيا انفعلت شوية النهاردة كان على بعض القرارات الحكمية أكيد طبعا كان في بعضها طبعا أنا مشانا أتكلم عنك واضح من خلال الأرض الملعب لكن حصلت على إنذار يعني الحقيقة أنا معرفش أنا معرفش يعني الترتيبات الناس وهي بتفكر يعني التقييم بيبقى يعني بيبقى زي يعني بتكلم على كرة القدم والملايين والمليارات اللي لما تجمعها على مستوى اللعبة يعني هتلاقي ملايين ومليارات الدولارات كمان يعني لما تجمع في كل دوريات في كل البطولات يعني المفروض عنصر من العناصر ده يكون على أعلى أعلى مستوى تخيل يعني أنا مش أتكلم على الموضوع كتير لكن أنا مش فتوش من 4-5-6 سنين أصلا يعني آخر 3 نسخ مستحيل يكون حكم لي مباراة ما حكم ليش ولا مباراة خالص كان حكم رابع أعتقد قبل نهائي السنة الفاتت أو النهائي السنة كده لكن حكم ساحة آخر مباراة وأنا موجود كانت مباراة بيتفست هناك وكان لينا ضرب الجزاء للعمر جمال مش ممكن تتنسي أبدا اللي عايز أقوله بس في الآخر يعني ده عنصر التحكيم ده عنصر مهم جدا في اللعبة ما ينفعش أن أنت تقول لي يعني إيه نطلع ونقف جنبهم ونسندهم يعني ده ملف لازم يتطور لازم يتطور لازم يتطور الموضوع لهو والله كويس ويجي منه مفيش كده وتبقى وهي تبقى القربة المخرومة اللي محدش لإيه لحل موضوع التحكيم سواء أفريقي أو محلي يعني أنا مفيش فاريا أستاذ إبراهيم يبقى لازم هاعتمد على الحكم وشخصية الحكم بشكل أكبر طبعا وخبرات الحكم فنجيب حكم ما عندهوش خبرات مستندا لإن عنده سمات ممكن يبقى حكم كويس بعد كده مش دي المرحلة اللي أجرب فيها أو مش دي طبيعة المباراة اللي أجرب فيها لإن مفيش حد الحقيقة من خبراء التحكيم أو للسوديات التحليلية اتفقوا إن الحكم ده أضارة مباراة جيدة حتى المريخ طالع بيه زعلاء يعني واخد بالك أنت أنت الحكم لو أنه مقنعا الناس خلاص أنت 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 الماتش بتاع سندوت خسرته مش عارف تتكلم رغم أنك تظلمت تحكميا فيه برضو لأن الحكم رضوان جايت فخد بالأسباب أنت كالتحاد أو كمسؤول أو بتدير مصابقة خد بالأسباب عين الناس اللي تخلينا شوية لو غلطوا نتحملهم لو فيه فار كان ممكن برضو تقول الفار حيعوضوا لكن مفيش فار كمان ده للأسف خلي بالك انت رايح من المباراة دي هتلعب مع سندوت نادي اللي كان رئيسه رئيس الاتحاد الافريقي الآن والحكم بملاكة السنبة الأسيوبي الأسيوبي اللي عمالين برضو مش عارفين أخرتها مش عاديين نتحاول إلى هذا الأمر نحن على طول متوجسين لكن نسيب الأمور ويا رب فرقتنا تبقى في المستوى اللي يخليها تتحمل أخطاء التحكيم ده الكلام المهم جدا خلاص التحكيم هي دي سوقاته وهي دي عوراته كمان زاد منه زي ما كابتن سيد قال سوء الاختيار ان انت مع فريق حامل اللقب وبينافس ومباراة مهمة تحط له حكم مش مصنف وزي ما سيد قال من فترة بعيدة ما ظهرش تقريبا احنا ما شفناهوش إلا مباراة الزبالك وحسنية غدير الكرة اللي دخلت بتاعة جنش وما حسبهاش في مباراة حسنية غدير في الكونفدرالية فحكم فعلا اقل بكتير منه انه يحكم وراه في ادوار متقدمة بهذا الشكل فما يبقاش الفار وصول اختيار نطلع على فاصل اهلا بحضركم من جديد وما تخافش على الاهلي طول ما الاهلي حتى وهو بيكسب عارف اخطاءه فين صحيح بنتكلم على ظروف ضغط المباريات لكن في نفس الوقت بنتكلم على الاخطاء بنتكلم على انه لعبتنا عندها حاجات لازم ان تاخد بالها مننا لازم ان يبقى فيه تركيز افضل لازم ان نواجه اخطاءنا بدر بدر بلسه استاذ ابراهيم اه كويس يعني خلينا نتكلم في الحتة دي شوية قبل ان ننخلش في بعض التفاصيل اه فيه اجهد اه طبعا فيه اجهد فيه اخطاء تحكمية اه فيه عدم عدالة فيه تكافؤ الفرص نشعر بهذا ولكن فيه نقد قاسي اه فيه نقد قاسي ولكن انا اعول على شخصية اللعن انا زم قلتلك دلوقتي لو اللعيب لعب الكرة الصح وضاعت حنقول للتوفيق لو هو ملعبش الكرة الصح وضاعت حنقول كان ينشد التوفيق اللي مجاش مش منطق ان يجي له التوفيق وهو بيلعب الكرة بالطريقة دي لكن ايه اللي كنت عايز يلعب الكرة الصح ها الكابتن سولية رأي وز المنطقة دي كان عايز يلعب يا في البعيدة يلعبها عرضية خبطت في رجل الرجل وراحت في الدياء هو حاول يعمل الصح التوفيق صدفه واخد بالك لكن لو قاصد يلعب في الدياء أو ضاعت كنا هنزعل كويس كده لكن لو جات التوفيق بجالك ايه فاحنا وإحنا بنبرر بنطلب انك تأخذ بالأسباب احنا لما بنقول جاد اللعيب جاد اللعيب جاد اللعيب اه في جاد لكن مطلوب منك انت تأخذ بالأسباب عشان تبقى مركز ايه يوم ما تأخذ راحة تأخذ راحة ما تأخذاش فرصة للصهر ما تأخذاش فرصة لعدم للإفراد في الغذاء بشكل غير صحي يعني خد بالأسباب خد بالأسباب في انك تراعي نومك وأكلك وتدريبك والتزابك وبعد كده لما تأخذ بكل الأسباب السليمة يبقى لا يبقى إلا الإجهاد نلتمس لك العذر فما ما ما ينفعش ان احنا عايشين موطرين نفسنا مرة مع السوشيال ميديا مرة مع الناس اللي بتنقضنا صح أو غلط مرة مع الناس اللي عملت تهايبر فينا نلعب كواش وبقى إحنا يعني سوبر سوبر لا ينبغي نقدانا وأول ما يتم النقد نتيجة ان احنا رجعنا نضيع بشريتنا بقى ننهار وبطول علينا كده ليه والثقة في اللعيبة ولذلك انا حضرنا هنا يا سيد إبراهيم انا طول عمري مؤمن انا مش عايز مسألة الطبيب النفسي والكلام ده ولكن ولا عايز وكيلي اللعيبة انا عايز النهاردة في مؤسسة مع كل نجم كبير حتى في الألعاب الفردية ايه فيه كدش لإدارة الموهبة كدش لإدارة الموهبة ده بيبقى نفسي وبيبقى تجاري وبيبقى اجتماعي وبيبقى راجل يستطيع ان يعود اللعيب يتعامل مع الهزيمة ازاي مع النصر ازاي مع الإشادة ازاي مع النقد ازاي مع إدارة أمواله بالطريقة الصحيحة مع المكسب الخسارة المادية ما تقصرش على حياته فيه مشكله العائلية ازاي يحيد مشكله عن مجال الملعب كل ده بيأثر في اللعيب أنا أطالب بوجود الكدش الذي يدير الموهبة ومن قطاع الناشئين ويستمر علاقته بكدش آخر يبقى فيه تنصيق بينهم يطلع الناشئ فاهم يعني يتعامل معه هذا الكم من المتغيرات اللي ممكن يتحوله لإنسان مغرور لإنسان فقد الثقة لإنسان سوري يعني أناني أو سفيه مش عارف يدير حياته الخاصة وامواله لابد من نحن نوصل لهذه التركيبة وفيه دا كاترة مختصين وعندما أقول دا كاترة مش دا نكونه مش مهم يكونه أطباء في علم النفس بس في علم إدارة السلوك الموهبة إدارة الكوتش اللي كان فيه مدرب أو كان فيه لعيب عايز أفتكره كان سيمبرس أو أجاسي أو حاجة تنس قال لك أنا يعني انخفضوا بعدين فجأة طلع كده ما حدش كان بقى در عليه طلع إنه جايب كوتش لإدارة الموهبة يقوله يكل الزاوي يتكلم إزاي وينتقد إيه ويقبل إيه ويصدر مين في الكلام وما يصدرش مين كل دي حاجات مهمة لإن أنا أخشى على بعض نمازج لعبتنا الذين يتلقون الإشادة نحددهم محمد عبد المنعم أحمد عبد القادر زياد طارق أحمد المغربي نجوم صاعدة وعدة ولكن حجم التوقع المطلوب منهم حجم الإشادة قد يفقدهم الصواب لو تعرضوا للنقد أو بعضهم يبتد يتصور إنه بلعب كبير يقدر يتعامل معه أنا أنجمك تاني ولكن أنت ما تتنجمش علي لا علي ولا على غيري مين اللي وصلني للتفكير الإيجابي ده حد عنده خبرة أصخ فيه بيدير لي شؤوني أنت تفتكر إن محمد صلاح ما عندوش هذا الجيش فريق عمل فريق عمل يقوله تسكت إمتى وتتكلم إنت ده إحنا أول ما كابتن محمد صلاح بيتكلم بنبتدي نهت تتصيد بعض الجمل عشان تنتقده لما عرفش إزا يتعامل مع هذا الأمر ممكن يتأثر ويتهز لكن اللعيبة الكبيرة بنقول لعيب كبير ليه هنقدر يتعامل مع هذه المتغيرات عارف يحط الحدود لنفسه أنا بحط الحدود لنفسي اللهم أقل شر نفسي لا تغر ولا تكسر إزاي أصل دي لابد من النشأة تكون نشأة سليمة صحيا ونفسيا وعلى كل يبقى صعيدة دي رشدة مهمة جدا لكل اللعيبة لسيما اللعيبة للمهندسة عادلي حددهم لأنهم مصاعدين وعندهم موهبة واضحة جدا لكن والدنيا مش هتبقى وردي معاك بالصمراء خلي بالك والدنيا مش هتبقى وردي معاك استعد إزاي تتعامل مع هذا المتغير إنك تبقى عارف إنك انت المسؤول على إنك انت تبقى كويس آه في عوامل مساعدة بس انت المسؤول على إنك انت تبقى كويس إنك تحط الضوابط والقطر اللي تنجحك طيب المباراة المريخ واللي حصل فيها مين اللي حسم المباراة وسبب تفوق الأهلي وفوزه نشوف رأي الأستاذ حسن المستكاوي المريخ لا فرقة كويسة ما عندهش خبرة النادي الأهلي اللي حسم المباراة خبرة ومهارات لعبة النادي الأهلي وخصوصا السولية اللي أنا بقولي الهدف بتاعه مش بتاع كرشوم يعني ما تحسب باسم كرشوم آه وأنا مش فاهم ليه يتحسب باسم إيه القانون ده بس الأهلي مجهد جدا لعبته مستهلكة في مطشات كتيرة عنده أربع مطشات أعتقد في عشر أو اتنشر يوم اللي جايين ما بين أفريقيا ودوري سبت وثلاث ده كتير ومطشات مهمة والأهلي فرقة بتلعب عايزة البطولة بص الأستاذ حاسم السكاوي قال الخبرة أقول لك الخبرة يعني الناس أقول لك يعني إيه الخبرة تعال نشوف جون الفوز اللي تسبب فيك الكابتن السلاي وبرضه كيف تعامل مع فكرة الإجهاد هي دي الخبرة إزاي قدر بسرعة يتجاوزها استلب الكرة بالنص الملعب ولعب باصة طولية بينية دقيقة لمجد أفشة وأجبرة أو أتاحة أو ألهمة الكابتن أفشة أن يلعب له التو أنا ما شفتش وان تو من هذه المسافة أبدا بالشكل ده إيه اللي نجحوا فيها إنه بالخبرة عرف إن المساحة دي زي ما هي متاحة لكرة متاحة ليه هو فلعب الكرة وجري وجري بما يفيد أنا أقدر أوصل للنقطة دي لو لعبتها لي فخبرة أفشة إنه لعب الكرة وصلت له السلاية تسبب في الهدف فيه مطش تاني اتلعب بنفس الطريقة بس بالهد بالمجد أفشة مش متذكر مين أحمد عبدالقادر ولكن السلاية برضو وتسببت في هدف برضو وان تو بالهد من مسافة طويلة هذه هي الخبرات وهذه هي الألعاب اللي بتكرارها بكتسب خبراتي إن أنا أقدر ألعاب أوصل لجول كده لو أنا ما عنديش الخبرة دي مش حجر الجارية دي حباصية واستنى ويبقى هو مضطر يروح لافف وبصص الناحية التاني طبعا الخبرة بتعلمني في المواقف دي أتصرف إزاي بتعلمني كمان إنه لا نيفر جيفا أوعى تستسلم أوعى تفتكر يا نهارا بياد ده أنا كنت 2-0 وبقيت 2-2 ده معنى كده لماتش ضاع لو أنا رخرخت واستسلمت في هذا الأمر الكلام حيبقى مختلف لكن مش عايزين بقى الخبرة اللي لن نكتسبها ما نتحطش في المواقف ده تاني ولذلك زي ما أنا بطلب الخبرة الهجومية عادي الخبرة الدفاعية الخبرة الدفاعية إنه ما سيبشي واحد واقف لوحده اتكرر الكلام ده في الزمالك وجيه فينا جنين واحنا خمسة اي اتكرر الكلام ده السنة اللي فاتت أمام أكتر من فرقة أهمها بيرامل في الثواني الأخيرة اتكرر اهو في ماتش المريخ ووف سانداون إنه فيه لعيب دايماً بيبقى أو اتنين فضيين فلو كورة وصلت لهم بأي طريقة بشكل عشوائي أو شكل منظم حيشكله علينا خطورة ونبتدي نقول هو الشناه مسؤول هو ربيع مسؤول هو منعم مسؤول اه كل الناس مسؤول بس قابليهم اللي سايب الناس دي فاضية يوصل لها كورة تصرب بيها بطريقة دي ده كلام مهم جداً لكن الأهل دفع الضريبة ده رأي الكابتن كريم حسن شحاد ليه الأهل ما كانش كويس أولاً الأهل بيلعب كل تلت أيام مباراة مباراة في الدوري مباراة في أفراقي مباراة في الدوري مباراة في أفراقي مهما أنت تكون عندك لعيبة ومهما تكون عندك لعيبة عدد كبير ومش عارف إيه لكن بتتأثر يا جماعة الأهل نادي كبير نادي يعني بطل أفريقي بيلعب كاس عالم الأندية لازم يبقى فيه مش عايز أقول تضحيات لازم يبقى فيه حاجات هي ضريبة أنا عايز أقول مش تضحية هي ضريبة الأهل بيتفحها عشان هو الأهل بطل عشان الأهل بطل أفريقي عشان بيلعب كاس عالم الأندية عشي بلعب سوبر أفريقي هي ضريبة والأهلي عنده ما شاء الله لعبة كتير ولكن برضه عشي ما نتحكش على بعض لما بيكون فيه تلات أربع يعني تلات أربع مطشاط في وقت ودايق الوقت دايق ما بينهم طبعا الأهلي بيتأثر أو أدايا الفريق بتأثر وده اللي أنا بقوله يعني ما نتحكش على بعض كلنا شايفين كلنا شايفين سواء أنصار الأهلي أو المنافسين أو المحيدين كلنا شايفين أن الشكل دا ما فيوش مساندة النادي الأهلي بيحاول يعمل عليه وارجع تاني أقول ما فيش حل تاني غير نك ترجع تستلهم من نفسك مكامل القوة زي ما عملت في كاس العالم لأن ديقوا ربنا وفقك وربنا بإذن الله حيوفقك لكن يا جماعة هو مش عبني ساند النادي بتاعنا اللي موصلني وموصل كور مصريا أن الناس تكلم عليه وعلى عالميتها وعلى مكانتها دا حق هذا النادي عليكم وحق الزمالك أن يكون أهم نادي في أفريقيا بعد الأهلي بحكم التاريخ وبحكم الإنجازات ويلقى هذه المسندة ومن حق بيرامدز والمصري أو السموحة أو الأندية اللي بتشارك أن تلقى مسندة لكن هذا حق مش تفضل لأن دا في الآخر مرضوده على مكانة الكرة المصرية دا كلام مهم لكن أهم مكاسب الأهلي في هذه المباراة نشوف رأي الكابتن محمد يوسف مكاسب المباراة النهاردة إيه والسلبيات المباراة إيه من وجهة كابتن محمد يوسف يعني أنا لما شوف النهاردة الأهلي من مكاسبه محمد شريف أن يحرز هدفين النهاردة أنا سعيد جدا لأنه وكان هجيب الهاتريك في الكرة اللي اتعاملت له فيرس تايم بس حطها في وسط الجون شالها لحارس المرمى لكن النهاردة شريف بيرجع تاني هداف بيكسب النادي الأهلي وأعتقد أنه بيرضو يعني بيقدم نفسه للكيروش بشكل قوي جدا دي حاجة تاني حاجة أحمد عبدالقادر عجبني جدا في الهدف اللي عمل لمحمد شريف الأسست اللي عمل محمد شريف ورح واحد ضد واحد وهنا بتبان لعبة الإطراف أنا أحب قوي لعيب الطرف يا كريم اللي يعمل حلول لأن أنت النهاردة بتريح فرقتك أيضا عايزة عمر السولية عمر السولية محافظ على المستوى بشكل كبير جدا لعيب وسط الملعب يعني لا غنى عنه في نادل آلي تحط جنبه ديانج تحط جنبه عمدي فاتحي عنده مسئولية اللعيب بيقدي بشكل يعني شبه ثابت في المستوى حتى لما بيقل شوية بيقل بس مش الدرجة اللي ملفتة للنظر بزبط سلبيت انت قلتلي مشاكل خط الدفاع وأكيد هيشتغل عليها مسلماني أكيد طبعا لأن أنت عندك محمد عبد المرامي اتنين لعيبة مدافعين كويسين لكن لازم يبقوا أقوى من كده ولازم أليو ديانج يبقى وقف قدامهم أقوى من كده لأن لو لاحظنا الهدف الأولاني الهدف الأولاني ملعوب من عمق الملعب طبعا مكاسب كلنا يعني لمسنها وكنا نتمناها الحقيقة كنا نتمنا عودة محمد شريف أفشا السلية كنا نتمنى ان ما يخشش فيه نجوان ولكن هو أتكلم برضو ان رغم ان فيه إيجابيات فيه ناس استردت نفسها استردت مكانتها استردت ثقة الناس في قدراتها أيضا فيه سلبيات وإحنا بنتكلم ما ينفعش ان يخش في النادي الآلي هدفين في المباراة لازم يكسبها وتقدم بهدفين وده موقف متكرم السنة نتيجة ايه أنا بقول نتيجة يعني ديانج فيه خلاف على قدراته ما ينفعش يا ديانج يبقى وقف لوحده في الحتة دي كابتن حمدي فتح برضو فيه خلاف على أهميته وقدراته فما يحدش يقولي بقى ان تغيير حمدي فتح دي غلط لان ده احد المطالب لكن ما ينفعش في وجود يانج وحمدي فتح يبقى الناس متسبب المنظر ده توصل بالسهولة دي للمنطقة دي يبقى فيه حاجة ان الجزء الدفاع بيبدأ من التلت الهجوم بتاعنا لما يتعام الكواس والفرقة تبقى مندمجة مندمجة مش هقول كومباكت بقى مندمجة نتكلم مع عرب شوية الفرقة المندمجة دي تتحرك كتلة واحدة فما يجدش المنافس بتاعك المسافات البينية بين الخطوط ان تتحرك بحرية خليك مندمج واحدة شوطة من 40 ياردى تخش جون في المقص يبقى انت عملت اللي علي لكن ما خلوش يشوت من على حدود المنطقة او مندخل المنطقة بتاعدين بتادي نقول الجون ومش الجون هنتمنى اللي جوان برضو تبقى وصلت الى الحالة الخرافية اللي تشلنا حاجات صعبة جدا لكن اذا ما شلتش ما يبقاش دق اخطاقها برضو خلينا موضوعين شوية عايزين الفرقة ترجع مندمجة ويبت تتحرك دفاعا وهجوما عشان نتعرض لهذا الموقف السخيف تاني طيب لانه الحقيقة فوز مهم لكنه فوز مقلق شوية ده رأيي كابتن ميدو نشوف فوز مهم جدا للأهلي ولكن فوز مقلق ومباراة مقلقة جدا لجمهور الأهلي الدفنس بتاع الأهلي ده بالشكل ده ونص الملعب بالشكل ده في المواقف الدفاعية مش فرقة تلعب على بتطوط أفريقيا بكل صراحة وأنا بقول إن الأهلي لازم في المتشاط المصيرية كلها يلعب 4-3-3 لازم يلعب 4-3-3 بالتشكيلة اللي موجودة معادي فالأهلي لازم لو أراد إنه هو ينافس على بتطوط أفريقيا عبطالة دور السنة دي وعايز فعلا إنه يفوز ببتطوط أفريقيا للمرة التالتة على التوالي لازم يصلح المشاكل الموجودة في الدفنس بتاعه الدفنس ده تاني قدام فرقة أشرص لعبتها هجوميا أشرص تعمل لك مشكلة كبيرة وأنا بقول كده والأهلي كسبان في مشكلة جماعة في وسط ملعب الأهلي لما بيلعبوش تلاتة في مشكلة كبيرة جدا واضحة لأي حد الناس السولية وديانج بيطلعوا يقابلوا فوق بيطلعوا يقابلوا وضهروهم متعري والدفنس بتاع الأهلي أي حد هيلعب أيها كم من الاتنين اللي هيلعبوا أو تلاتة هيلعبوا ويبقى عندهم مشاكل في الحتة دي طالما نص الملعب بالشكل ده ده فعيا عارف إن فيه غيابات وعارف إن الدفنس فيه غيابات لكن المشكلة أصلاها مش الدفنس ما أنا شايف مشكلة الدفنس في المقام الأول بقدر ما هي مشكلة الفريق الكمباكت وبعدين ميدو يقول كابتن ميدو يقول لك 4-3-3 وميجي الراجل يلعب 4-3-3 هنقول له طريقة دي لا تستخدم وما تناسبش وتناسب والكلام ده العيوب عمرهم هتبقى في الطرق يا جماعة أو في في التشكيل ولكن في الالتزام وفي التطبيق الفرق لمندمجة مع بعضها هنشعر بقوة المدافعين دوت لو كل واحد بيعتمل على اللي جنبه شوية هنشوف الخلل والفراغات لو الأهل بيضغط عشان يخنق الفرع زي ما كان بيعمل بس دي بقى اللي عايزة اللي يقع عالية جدا وعايزة فرقة مرتاحة شوية نعوضها ازاي نحن نبقى متلحمين في الخطوط بتاعته طيب حتى السوان لأخيرا نعم لكن كان فيه حقوق الحاكم الأنجولي ده أهضرها ده اللي هنشوفه بعد الفاصل حلام بحضراتكم من جديد شفنا كل هزي الفيديوهات في التحليل الفني لأسباب الأداء وأهمية الفوز والظروف اللي الأهلي صادفها في هذه المباراة لكن زي ما قلنا هي المشكلة كانت في غياب الفار وصول اختيار بالنسبة للحاكم حاكم أنجولي أقل بكتير من أهمية المباراة أخطأ واضحة جدا جدا سجلها عليه الكابتن أحمد الشناوي في عدم احتساب ضربة جزاء على الأقل واحدة للأهلي نشوفه حاكم الكابتن يعني حاكم يعني أنا بستعرف إزاي ده كانت تجري إيه في الإليت وإزاي دي أخد في دور المجموعات في الشامبنزليجي اللي هي اللي هي المين الشامبين يعني بطولة رأسية طبعا حسسن هو أقل يعني طبعا تشوفه ده الفاولات بيحسبها متأخر وبعدين اللعب يعني يعني وفيه برضو عرقلة واضحة جدا جدا لمحمد شريف يعني عرقلة واضحة أقل ما علينا فأنا عايز أقول برضي شايف أنه الفار لازم يكون موجود في دور المجموعات ده بدا أكيد حكم يعني ده مستغرب الحكمة ده حكم إزاي ده مش بينقض لعبة ده بيقول لك الأداء التحكيم في هذه المبرأة غريب جدا وكل ماتش نطلع نقول فيه ضربة جزاء النادي الأهلي فيه ضربة جزاء النادي الأهلي فيه على الطرد للمنافس مش معقول أنك فيه فرعة تتحمل كل الأخطاء دي بشكل مستمر يا أستاذ برأي وده اللي أكيد تعالوا نسمع كمان أستاذ ناصر عباس أنا النهاردة بنتكلم على مبدأ تحت الفرص أما أنا أمتى هدي لحق اللاعب الفرص أمتى هدي نفسي أن أنا أتيح الفرصة للعب هنا وقف اللعب ولا أشهر بطاقة السفراء ولا أشهر بطاقة الحمراء ومع ذلك وقف اللعب دي بتلخص حاجات كتير جدا لكتني أسمي هي إنه ما عندهش توقع ما عندهش كراءة صح ولكن الأسف شي دي حالة تدل على إن الحكم النهاردة كان فقير جدا جدا في حتى في التوقع نروح للحالة لبعد كده الحالة لبعد كده تعال أشوف يا كابتن هنا فين الحكم تمر كونزو خلي بالك دايما من الحكم نايا لو أنت موجود في المكان يا كابتن بلال لو أنت موجود يا كابتن يسمى في المكان وحتى قرارك حتى خاطئ أنت بتديني قناعة إنك أنت قرارك صح تعال بالحالة اللي هي مهمة جدا كابتن أسامة اللي لعب الكورة بأمانة هو محمد شريف صح شوف القدم فين كابتن هنا هنا النهاردة لو الكفار موجود كان حيجيب الحكم وكان يحسب بلان الحالة اللي جاء هنا هل هذا معقول حكم دولي لاتحض هل هذا معقول أنت تتواجد في مصار اللي حد لو النهاردة عندي حكم درجة ثالثة النهاردة في منطقة القهيرة أو منطقة السكندريا عمره أبدا ما هيجي في المكان دي كابتن استحالة استحالة دليل هذا الحكم كما قلت مش محضر نفسه معندوش توقع معندوش قراءة مش عارف حتى تمركز أو توقع في الملعب كابتن عادل مرخص الكلام زي ما قلت النهاردة بفوزه النهاردة قدار كثير جدا جدا لكابتن الحمد على أخطاء هذا الحكم اللي كانت موجودة بشكل كي كابتن مصر الأصلي يعني بصرف نظرا انتفاقه انتفاق فيه ضرب الجزاء لكن أصار نوت تير مؤمن جدا جدا تحت ان انا عندي لعيب ممكن ينفرد من نص الملعب وانا كرة في حوزتي وهلعب هالو ثم تديني فاول ترجعني وكأنك بتعطيني حقي انت بتقدر لي حقي بانك ما تدينيش ولا تمارس تعارف تحت الفرصة بقولك ثلاث ثواني تتيح الفرصة وبعدين تقدر ترجع للقرر الأولاني تتيح الفرصة وزا ما استفادش منها اللعب ترجعه لكن هل هذا ضعف الحكم ولا عدم إرادة في تطبيق الحقوق يعني أو اعتاء الحقوق سنين التمركز اتنين اللعبها بينهم وبين بعض مترين هو وقف في وسط يوم بجديات يعني لمس في نوقات جديدة طيب كلام الكابتن شناوي وكلام الكابتن ناصر عباس وحقيقة كل الناس اللي اتعرضت لموضوع التحكيم في المباراة دي الحكم أقل بكتير من انه تسند له مباراة وهنا الكلام للسادة مسؤولة الاتحاد الافريقي ولجنة الحكام في الاتحاد الافريقي لما يكون مفيش تقنية الفار في دور المجموعات برغم أهمية دور المجموعات وانك ممكن فعلا فرقة تتعرض لظلم تخرج بره البطولة بسبب خطأ من الحكم ايا كان سببه ايه لكن لنت عندك فار ولنت عندك دقة في الاختيار حتى مش معقولة حكم بالمستوى ده تسند إليه مباراة زي كده فين حكام النخبة فين الحكام الكبار في القارة اللي انت عندك مباريات مهمة انت بتكلم على حمل اللقب في بطولتين وراء بعض ما اعتقدش انه فيه اهم من كده وما بقولك شهات لسين ولا صوت بقولك هات حد في المستوى الاعلى ده اذا كنت مش عايز ترجع تشتغل بتقنية الفار زي ما قالوا في بداية البطولة انه هنشتغل بالفار من دور المجموعات ما حصلش وسبنا المسألة لهذا الشكل علشان يكون فعلا في هذا الجدل لكن خلينا مع هذه المباراة لا يفوتنا تأكيد التقدير الكبير لنادي المريخ كفريق وكإدارة كفريق الحقي حتى مستر بيتسو مسماني في المؤتمر الصحفي كان منصف جدا لما ادى المريخ حق وقال واجهنا فريق محترم جدا فريق بيلعب كرة قوية جدا فريق بيضم عناصر مميزة عنده دوافع كان فعلا جيد جدا في الملعب في معظم فترات المباراة بل ان مسماني قالك ما كناش افضل بكتير الا في اول ربع ساعة كل التحية للمريخ السوداني اللي الحقيقة واضح انه كمان استفاد من بقاءه في القاهرة وانه يلعب مبارياته في القاهرة فيكون عنده الاستعداد الكافي والراحة والتأقلم على الملعب وبمناسبة الاشقاء السودانيين بنقول للكاتب السوداني الكبير والشاعر الكبير السر احمد جدور الف حمد الله على السلامة كان مر بوعكة صحية الفترة اللي فاتت الكابتن شاطة زاره وطمنا عليه وهو شكر الكابتن محمود الخطيب وشكر كل الناس اللي اتصلت به للسؤال عنه والسر جدور وكل الاشقاء هو واحد من الناس القريب جدا مننا ومن النادي الاهلي وبيحب النادي الاهلي وكنا عايزين حتى نعمله مدخلة ولما نتمكن الأسبوع الماضي ربنا شفيه الحمد لله على السلامة أستاذ ودمتم للأهلي دائما وداما لكم الأهلي بإذن الله بطلا شامخا وعلى خير نلتقي في العشرة مساء الخميس القادم إن شاء الله تصبح على خير